هنا سؤال يقول في ظل هذا العداء والإساءة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللإسلام ما هو المطروف في هذه المحنة من أهل الإسلام وفي مقدمة العلماء والخطبات أحبائي في الله أكبر حل لكثير من مشاكل المسلمين هو العلم وكلما ازددت علما فأنت بإذن الله تزداد حلا لمشاكل المسلمين نحن نريد علماء ونحن نريد أن تقرأ السنة في بيوتنا وفي ديارنا يعني هذا الدرس المقام هنا أنت لا تعرف كم أجر وبركة بإذن الله حصلت لهذا البيت مش متصورة أنت كيف يعني أنت ونت في البيت ماشي جزاك الله خير لك أجر على حضور الدرس لكن في أجر جديد أنت في غفل عنه وهو بركة تنزل ووجود ملائكة بسبب أن الدرس هذا يقام بإذن الله وفي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأحسن مكان لإقامة الدروس في المساجد فإن تعذر فمن هذا الذي يفوز بهذه الجائزة أن الملائكة تقدم إلى بيته وأن البركة تكون في بيته الله إيش يعني عظيم فنقول إخواني في الله إذن مشكلتنا مع هؤلاء أنهم تمكنوا ووجدوا من يدعمهم ويؤيدهم فإذا أنت واجهتهم مباشرة فيخشى بمواجهتك أن تمنع وتمنع خيرا كثيرا عن أمة الإسلام وعن إخوانك الذين يتابعونك إن كنت خطيبا فسمحت لك الجهات المسؤولة عنك بالكلام عنهم فتكلم أما إذا منعوك فإياك أن تعارضهم ولك أجر في سكوتك وبواب البخاري باب جواز كتم العلم أي إيش للمصلحة ولكي تبقى توصل العلم لإخوانك في الله فشو استفدنا حضرتك خطبت خطبة ثم بعد ذلك منعت تماما من الخطابة والتدريس ما استفدنا وتنبهوا إلى هذا الأمر وأفضل طريقة مع هؤلاء القوم هو أن تتبناه الدول الإسلامية أتذكرون قبل سنين عندما تبنت دول الإسلام مقاطعة الدينمارك لأن ذاك المسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترتب على ذلك خسارة كبيرة ثم بعد ذلك فرنسا أيضا تبنت بعض دول الإسلام كيف تبنت ترتب على ذلك خسارة كبيرة فإذا في المقاطعات وفي الأشياء العلنية نحتاج إلى تأييد من دول الإسلام فنسأل الله عز وجل أن يفتح لنا باب الخير في إسكات هؤلاء القوم كما يحب ربنا ويرضى